تظهر محتجون وأغلقت متاجر أبوابها في مدينة توتوكودي في جنوب الهند مع تصاعد موجة الغضب إزاء موت أب وابنه كان محتجزين لدى الشرطة في واقعة شبهها الآلاف على وسائل التواصل الاجتماعي بوفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد وهو في قبضة الشرطة بالولايات المتحدة وتعرض جي جايراج ذو التسعة والخمسين عاما وابنه بينيكس إيمانويل البالغ من العمر واحدا وثلاثين عاما لضرب وحشي بالصياط أحدث نزيفا داخليا أفضى إلى الوفاة حسب ما ورد في رسالة كتبتها جي سيلفراني أرمالة جايراج إلى مسؤولين حكوميين واستندت فيها لأقوال شهود عيان وفي تقرير أولي قالت الشرطة إنه جرى اعتقال الأبي وابنه يوم الجمعة التاسع عشر من يونيو حزيران لخرقهما قواعد العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا وقال رئيس وزراء ولاية تامل نادو إذا بادي بالنسوامي الذي يشرف على عمل الشرطة بالولاية إن بينيكس توفي يوم الاثنين الماضي بعد أن كان يشتكي من ضيق في التنفس وتوفي جايراج يوم الثلاثاء وأضاف أنه جرى إيقاف شرطيين عن العمل وانهالت مئات الآلاف من التغريدات مستخدمة واسم العدالة لجايراج وبينيكس والذي كان من أبرز الموضوعات على تويتر في الهند ومن بين أبرز ثلاثين موضوعا على قائمة الموضيع الأكثر تداولا على مستوى العالم كما أدان مشهير وسياسيون الواقعة وشبه بعضهم ما حدث للرجلين بما حدث لجورج فلويت في الخامس والعشرين من مايو أيار وهو في قبضة الشرطة الأمريكية ويشير أحدث تقرير سنوي لللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند عن 2017-2018 إلى الإبلاغ عن نحو 15 حالة عنف وتعذيب أثناء الاحتجاز يوميا في المتوسط في حين يموت تسعة وهم في الحجز القضائي أو لدى الشرطة كل 24 ساعة